اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع قال أبو النظر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع قال يحيى قال مالك رحمه الله تعالى وذلك حسن وليس بواجب قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي النظر اسمه؟ سالم بنه بن أبي أمية مات سنة؟ سنة تسعين وعشرين وقيل تلاثين ومئة نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مات سنة؟ سنة أربعة وتسعين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع المتكلم أبو سلمة بن عبد الرحمن والمخاطب أبو النظر وصاحب أبي النظر يقول له ألم أرى صاحبك من صاحبه؟ يقصد عمر بن عبيد الله وهو عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي أحد وجوه قريش وأحد أشرافها وأحد أجواد العرب وأحد الفرسان المشهورين الأمراء الشجعان كان سيدة بني تيم في وقته قال رجل للمهلب ابن أبي صفرة مهلب ابن أبي صفرة أحد الأمراء الشجعان مشهور وهو وبنوه بالبطولة والشجاعة والفروسية سأله رجل سأل المهلب فقاله من شجعان العرب فقاله المهلب أحمر قريش وابن الكلبية وصاحب النعل الديزج فقاله الأعرابي والله ما نعرف أحدا من هؤلاء فقاله بلى أحمر قريش هو عمر بن عبيد الله بن معمر هذا والله ما جاءتنا سراعان الخيل إلا ردها سراعان الخيل أوائلها إلا ردها وأما ابن الكلبية فمصعب بن الزبير أفرد في سبعة وأعطي له الأمان فأبى حتى قتل على بصيرته وأما صاحب النعل الديزج فعباد بن الحصين والله ما نزل بنا كرب قط إلا فرجه فقال فرزدق وكان حاضرا ذلك المجلس قال لي المهلب قال له فأين أنت عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خازم فقال المهلب إنما ذكرنا الإنس ولم نذكر الجين وعمر بن عبيد الله هذا هو الذي قضى على أبي فديك الخارجي أبو فديك الخارجي هذا كان استولع البحرين وما ولها يعني سقطت تحت يده نواحي كثيرة من بلاد المسلمين وبعث إليه أمير الأموي المشهور خالد بن عبد الله القسري بعث إليه بأخيه أمية بن عبد الله في جيش كثيف فكسرهم أبو فديك وهزمهم فبعث خالد بن عبد الله إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يخبره عن استفحال أمر أبي فديك هذا وأنه عجز عنه بجيشه الكثيف وكان حاضرا ذلك المجلس عمر بن عبيد الله بن معمر هذا فقال عبد الملك لعمر أرأيتك لو كان عندي وتيد بين عيني أكنت تنزعه عني فقال عمر هذا قال إي والله يا أمير المؤمن فقال عبد الملك فأبو فديك هذا وتيد بين عيني فسر إليه فخرج يروم تجهيز جيشه فلقيه العجاج الشاعر الراجز المشهور فعلم بوجهته فأنشده قصدته التي يقول فيها قد جبر الدين الإله فجبر وعور الرحمن من ول العور فالحمد لله الذي أعطى الحبر موالي الحق إن المولى شكر عهد نبي صلى الله عليه وسلم عهد نبي ما عفى ولا دثر وعهد صديق رآ بر فبر وعهد عثمان وعهد من عمر وعهد إخوان هم كان الوزر إلى أن يقول هذا أوان الجد إذ جد عمر وصرح ابن معمر بمن ذمر وهدر الجد من الناس الهدر ولاحت الحرب الوجوه والسرر فقد على السيل الزبا فلا غير واختار في الدين الحروري البطر إلى آخر قصدته فقصده عمار بن عبيد الله فهزمه وكسره وقتله وقتل من جيشه ستة آلاف وأسر منهم ثمانمائة فأطفأ هذا وكان هذا آخر أمر أبي فديكين الخارجي وكان مع ذلك جوادا قلت لكم هذا أحد أجواد العرب ذكروا أن رجلان من قيس عيلان كانت له جارية كان بها مغرما وكان لها مكرما ولكن حبسه العذر فأصابته الفاقة والحاجة والفقر فقالت له جاريته تلك بيعني فإن حصلت على طائر عدت به عليك فأتى بها إلى عمار بن عبيد الله يعريضها للبيع يبيعها إياه أنا شنو قلت يبيعها ياك ما قلتش يبيعها ما معنى هذا يبيعها فعل هذا ماضي أباعه ياك معنى عارضه للبيع فأتى بها يبيعها لعمار بن عبيد الله فأعجبته فاشتراها بمائة ألف درام ثم قام ليأخذها ويذهب بها فلما قامت هي التفتت إلى ذاك الذي يبيعها وقالت له بصوت المحزن هنيئا لك المال الذي قد أصبته ولم يبق في كفي إلا تفكري أقول لنفسي وهي في كربعيشة أقل لي فقد بان الحبيب أم أكثر أقل لي من البكاء أقل لي من الصف أو أكثر منه الحبيب بان ذهب أقول لنفسي وهي في كربعيشة أقل لي فقد بان الحبيب أم أكثري إذا لم يكن إذا لم يكن للأمر عندك حيلة ولم تجدي بدم من الصبر فاصبري فأجابها صاحبها الذي بعها فقال لها ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت فعذري أقوب بحزن من فراقك الموجعين أناجي به قلبا طويل التفكري عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر فقال ابن معمر هذا قد شئت فخذ بيدها هي لك والمال أيضا وهذا من جوده واريحية العربي الذي هو كان وكان يتعهد بصلته بعد الصحابة بعث مرة بمال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال ابن عمر للرسول بعد أخذه المال قل له وصلتك رحم قد جاءنا على فاقه وبعث بمثله القاسم بن محمد بن أبي بكر فامتنعا وأبا قبوله فتكلمت زوجه وقالت للرسول إن كان القاسم بن عمه فأنا أيضا ابنة عمه فأعطنيه فأعطاها إياه فأخذته ومن طريف ما يذكرنا في درجمته أنه تزوج رملة بنت عبد الله الخزاعية رملة هذه كانت امرأة حسنة الجسم لكن كانت جهمة الوجه عظيمة الأنف وتزوج عائشة بنت طلحة بن عبيد الله وهذه كان يضرب بحسنها المثل فكان يجلس يعني مرة النوبة عند رملة الخزاعية ومرة عند عائشة ففي يوم وهو عند عائشة هذه يخبرها عن بطولاته يعني فقشرع يقول يخبرها فصنعت كذا مع أبي فوديك وفعلت كذا وكذا كذا إلى آخره فقالت له هي قد علمت أنك أشجاع الناس ولكن أعلام لك يوما هو أعظم من هذا اليوم الذي ذكرته أنت مع أبي فوديك قال له ما هو قالت يوم كشفت على رملة وأقبلت على وجهها وأنفها ومات رحمه الله سنة ثنتين وثمانين وكان سبب موته أن ابن أخيه عمر بن موسى كان خرج مع عبد الرحمة بن الأشعاث في الفتنة المشهورة بفتنة القراء خرج بعض القراء والمحدثون والفقهاء مع عبد الرحمة بن الأشعاث خرجوا على الحجاج ثم خلعوا عبد الملك بن مروان فبعث إليهم الحجاج وكانت بينهم وقائع إلى أن قتل عبد الرحمة بن الأشعاث وقاتل الحجاج قوما كثيرين من الفقهاء والعلماء الذين خرجوا معه فكان من جملة من أخذ ابن أخي عمر هذا واسمه أيضا عمر علم عمر بن عبيد الله أن ابن أخيه مقتول لا محالة فخرج يسابق الريح يقصد الخليفة في دمشق ليشفع لابن أخيه حينجيه من سيف الحجاج فلما بلغ موضعان يقال له الضمير وهو يعني دنى من دمشق لم يبقى بينه وبينها إلا نحو خمسة عشرة ميلا إلا خمسة عشرة ميلا بلغه في ذلك الموضع في الضمير أن الحجاج بن يوسف ضرب عنق ابن أخيه فمكث في موضع ذاك مكمودا محزونا إلى أن مات كمدا وفي ذلك يقول فرزدق في مرثية الله يرثي بها عمر هذا يقول أما قريش أبا حفص أبو حفص كنيتو عمر بن عبيد الله تيمي هذا يقوله أما قريش أبا حفص فقد رزئت في الشام إذ فارقت كالبأس والمطر البأس لأنك كنت شجاعا والمطر تكنية عن الجود إن الأرامل والأيتام إذ هلكوا والخيل إذ هزمت تبكي على عمر ما مات مثل أبي حفص لملحمة ولا لطالب معروف إذا افتقر يا أيها الناس لا تبكوا على أحد بعد الذي بضمير وافق القدر كانت يداه يدا سيفا يعاذ به من العدو وغيثا ينبت الشجرة رحمه الله نعم عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع ما القضية كان عمر بن عبيد الله إذا دخل المسجد جلسا من غير أن يصلي تحيط المسجد قبل أن يركع فرأاه أبو سلمة بن عبد الرحمن فأنكر ذلك يقول لأبي النظر مولاه ألم أرى صاحبك يفعلوا كذا وكذا قال أبو النظر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع يعيب ذلك عليه إما أن عمر هذا كان يعلم بهذه السنة ويتركها هو يعيب عليه لأنه من أعيان الناس وأعيان الناس يقتدى بفعالهم فيعيب ذلك عليه قد يقول قائل هذا لأنه عندنا عندنا الآن احتمالا إما أن يكون عمر بن عبيد الله عالما بهذه السنة وإما أن يكون جاهلا بها وهو على الوضعين يعيبه لأنه يقول إذا كان عالما بها فتركها هذا معيب في شأنه لأنه يقتدى الناس بك فيه وإذا كنت جاهلا بها فكيف يجمل بمثلك أن يجهل مثل هذا مع انتشاره وعلم الكافة والعامة به ففي الحالتين أنت أنت ملوم قال يحيى قال مالك رحمه الله تعالى وذلك حسن وليس بواجب مالك رحمه الله يعلق على هذا ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا على الركعتين قال ذلك حسن أن يركع قبل أن يجلس وليس بواجب وهذا قوله الفقهاء عموما قوله أصحاب المذاهب الأربعة خالف في ذلك كما قلنا لكم داود الظاهري الذي يرى وجوب الركعتين التحية وخالفه الناس وتقدمت المسألة والحمد لله قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته قال نافع رحمه الله تعالى ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يضع يديه على الذي يضع عليه وجهه في السجود وهذه سنة الصلاة أن المصلي يضع يديه على ما يضع عليه وجهه وقد رأى الشيخاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفت الشعار ولا الثياب فهذه سنة الصلاة وإذلك روى بن القاسم عن مالك في الذي يجعل غيشاء للأصابع من البرد أنه لا يصلي بها حتى ينزعها ليباشر بيده ما يباشر به وجهه ومثل غيشائه أصابعهم قفازات في عصرنا فعلى قول مالك هنا إنه ينبغي لمن كان يداه في قفازين أن لا يصلي بهما لأنه إذا صلى بهما وسجد هل يكون واضعا يديه على الذي يضع عليه وجهه لا وهذا مذهب بن عمر يرى ذلك واجبا وبعض العلماء يرى ذلك مستحبا غير واجب وأن الرجل إذا صلى فوضع جبهته على الأرض أو على سجاد أو على صلى ونحو ذلك ووضع يديه في برنسه أو في عباية أو في غترة أو نحو ذلك فإن ذلك مجزئ وإن صلاته صحيحة واستدلوا على هذا بأن المصلي يسجد على ركبتين وهما مسترة مع أن الركبتين من الأعضاء التي أمر المصلي أن يسجد عليها ولم ولم يقدح ذلك في صلاته ولم يفسدها فكذلك قال قالوا فكذلك قياس سائر الأعضاء إلا ما أجمع الناس على كشفه وهو الوجه وهذا قول قياس قوي والقول الأول أحوط وكان عليه كثيرا من العلماء نعم قال النافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه لا يخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء ما البرنس وإنه لا يخرج يديه من تحت برنس له البرنس عند العرب هو كل ثوب غطاء الرأس منه هذا سلهم برنس لماذا لأن غطاء الرأس منه جلب برنس أيضا لأنه داخل في هذا فكل ثوب غطاء الرأس منه فهو برنس معنى هذا أن ابن عمر كان يصلي في اليوم الشديد البرد ونتعلمون أن البرد إذا اشتد وكنت في ملتحفا ببرنس فإن يديك يكون تحت البرنس لا خارجه لكنه إذا أرد السجود أخرج يديه تحت البرنس ليضعهما على ما وضع عليه وجهه وهذا من شدة اقتفائه واتباعه رضي الله عنه وإلا فقد كنا لكم إن ذلك ليس بواجب وقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم نستطع فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط رداءه فسجد عليه إذا سجد عليه سيضع عليه يديه إلى آخره نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه وهذا مثل الذي تقدم إلا أن فيهم مسألة زائدة إذا وضع جبهته فليضع يديه على الذي وضع عليه جبهته وإذا رافع رأسه أيضا يجب أن يرفع يديه كما رفع رأسه كما يسجد الوجه وبعد السجود يجيء ورافع فكذلك تسجد اليدان وبعد اليدان يجيء ورافع فحكم اليدان حكم الوجه وضعا ورفعا ثم هنا قضية من عندما تقوم من السجود للجلوس إذا لم ترفع يديه من الأرض هل تعتدل جالسا والاعتدال فارض من فرائد الصلاة قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعودين البدري الذي روى أبو دود وغيره لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع والسجود في الركوع إقامة صلب والاعتدال كل الأوضاع التي يجب فيها الاعتدال فالاعتدال فيها فرض ومنها الجلوس بعد بعد السجدة نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بن عمر بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبو بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرأيتكم أكثرت من التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التوفت إليه وإنما التصفيق للنساء قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي حازم سلامة بن دينار متى متى أبو حازم أرى جعجعة ولا أسمعه جعجعة ولا أرى طحينا ومتى متى سهل المساعد أسكت حفظة الله وما يمكنش المجلس عمره ما شاء الله واحد تيجبني واحد زيد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمر بن عوف ليصلح بينهم بني عمر بن عوف هم بني عمر بن عوف بن مالك بن الأوس بطن من الأوس والأوس والخزراج هما الأنصار هما الأوس والخزراج وهما أبناء وهما أبناء قيلة وعمر بن عوف هؤلاء حياء كثيرة قبيلة كبيرة وكان مسكانها قباء أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمر بن عوف ليصلح بينهم وحانة الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء ليصلح بينهم لشيء كان وقع بين بني عمر بن عوف خصومة كانت اشتدت بينهم فذهب ليصلح صلى الله عليه وسلم وحانة الصلاة حضرت وهي العزر كما في رواة عند البخاري فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم جاء المؤذن هو بلال رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر الصديق ليستأذنه ليصلي بالناس ولم يفعل هذا بلال من نفسه وإنما ذلك بأمر من رسول الله الرسول ففي رواية عند الإمام أحمد وعند أبي داود لهذا الحديث في تلك الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إن حضرت صلاة العصر فلم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ليبلال بأن يقيم أبا بكر وهذا فيه فضيلة من فضائل أبي بكر التي لا تحصى الناس ينتظرون الصلاة حضرت الصلاة واجتمع المسلمون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في قبا فالناس ترى بلالا جاء قاصدا أبا بكين فقط يستأذنه أن يصلي بالناس وكانوا يختارون لإمامتهم سيدهم وأفضلهم وخيرهم والصحابة يرون هذا وما أنكر منهم أحد ولا قال أحد لماذا قلت لماذا ذهبت إلى بكر لماذا ما ذهبت إلى علي ولا إلى عثمان ولا إلى سعد ولا إلى عمر ما تكلم أحد على أي شيء يدل هذا وهل عالموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر بلالا بهذا هم يرون هذا شيء يتطوع يعني كأنه شيء يتطوع به بلال ومع ذلك ما أنكر أحد ولا خالف أحد ولا عارض أحد هذا يدل على أنهم جميعا مسلمون بأن أبا بكر له حيثية له وضع له مقام لم يرتقي إليه أحد منهم إطلاقا وهذا سيزيده إضاحا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتخلص حتى وقف في الصف وأراد أبو بكر أن يرجع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن أمكث ما معنى هذه الإشارة؟ أمكث إماما بجماعة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مقام هذا أي مقام هذا ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما راضي هذا راضية قديمة أبي بكر لكن أنا أقول لكم شيئا هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدين مملوء بالمصلين كم يرها من الناس يوم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولira أشار إليه كم من الناس يرى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا يرى ها إلى الأدنون أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم من لم يرى أنه آمر أبى بكين أن يمكث إماما بجماعة فيهم هو صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول قائل أو متواهم أن أبى بكين لما رجع فإنما رجع بأمر من رسول الله سبحانه يقول لي رجع الله لا وإذلك لما انصرف من الصلاة قال له صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تثبت إذا أمرتك ليعلم من لم يرى الإشارة أنه آمر أبا بكر بالمكوث فلم يمكن وهذه نور على نور فهنيئا لأبي بكر بمقام هذا الذي لم يضاهه فيه أحد نعم فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم قال نعم قال أبو بكرين نعم هل استأذن أبو بكرين غيره الآن من الذي يحدث أبا بكر بلال وبلال رجل من المصلي هل قال أبو بكرين لي بلال انتظر حتى أرى الناس حتى استأمرهم حتى لا عالم أن كثيرا منهم سيرضى هذا وإذلك قال الفقه هذا أصل في أن من رأى في نفسه أهلية لأمرين فإنه يتقدم إليه وإن لم يقدمه جميع الحاضرين بل إذا قدمه بعضهم وكانت فيه أهلية لذلك الأمر فإنه يتقدم ولا يتوقف إلى أن يتفق يوافقونه جميعا على أن يتقدم ما قوله هنا مسألة قال بلال أتصلي للناس فأقيم ما حركة المين فتح فأقيم أتصلي للناس فأقيم هذا فعل مضارع فعل مضارع طيب ماذا يقول أجرم أنا قام نسؤولكم عن الفئة ماذا يقول أجرم يقول والمضارع مرفوع أبدا المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جزي هذا مرفوع هذا فأقيم منصوب ما الذي نصبه الفاء طيب خليوا الفاء على مذهب ابن أجرم هي الفاء والجواب الفاء لكن على مذهب الألفية أن مضمارها بعد الفاء كأن الكلام أتصلي للناس فأن أقيم إلا أن هذه واجبة الاستطار لا يجوز أن تقول فأن أقيم تضميرها والسلام يقول ابن أجرم وبعد فاجوابنا في نوطلب محضيني أنوسترها حتم النصب أتصلي للناس فأقيم هذه الفاء تسمى عندهم فاء السببية ما هي فاء السببية كيف نميز بين فاء السببية وفاء العطف جاء زيد فعمر كيف تقول هذه فاء عطف أتصلي للناس فأقيم هذه مش فاء عطف هذه فاء السببية عندنا جملتان أتصلي للناس فأقيم جملتان جملة الأولى استفهام ثم جملة الجواب والفاء التي بينهما قلنا سببية لأن ما قبلها سبب لما بعدها ما الذي قبل الفاء أتصلي للناس ما الذي بعدها فأقيم طيب حيقول لا هاتش سهل لا يفزعكم النحو لا تخرعوش سهل بعض الناس يقول نحو صعيب شو يعلينا أراها ما صعيب بعدين لا بدك تكون صعيب نصد الفهمة مش هاتش يقول سهل الله تعالى يسهل يعني أقوله أمين ما هو سبب الإقامة فأتصلي للناس فأقيم ما هو السبب الذي سيجعل بلا أن يقيم ما هو هو أن يقبل أبو بكر أن يصلي بالناس أتصلي بالناس سبب ما قبل الفاء سبب في مبعدها سبب في الإقامة لو قال له لا أصلي لن يقيم وضح هذا الكلام طيب إذا كانت الفاء جاءت جوابا لأمور فإنها تنصيب هي أمور تتجون حفظها جمعها واحد في بيت أمور تسعة جمعها إنسان في بيت واحد يقول مر وادعوا وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجوا كذاك النفي قد كمل مر وادعوا وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجوا كذاك النفي قد كمل إذا جاءت الفاء جوابا بعد هذه الجمل بعد جملتهم هذه الجمل تسعة فإنها تنصيب الفعل المضارع يقول ومور إذا جاءت جوابا للأمر اجلس في الدرس فتستفيد آش دا فتستفيد جواب أمر مر قال رجل أعربي يخاطب ناقته الحمد لله لا يعيش في زمنكم هذا لا رمضتمه بالحمق يقول لناقته يا ناق سيري هفع الأمر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا على صحيح وادعو ما هو الدعاء دعاء وأمر في الأمر اللهم آتنا في الدنيا حسنة آتنا ما هذا أمر لكن لما كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى لا يقال فيه أمرا لا يقال فيه أمر إنما يقال فيه دعاء من ذلك قول ربنا سبحانه حكيا عن موسى عليه السلام ربنا طميس على أموالهم واشدود على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذب عليهم هذه مصوبة بماذا مع علامة الصباح حذف النون لأنها من الأفعال الخمسة فلا يؤمنوا وقعت الجملة فجوابا على أش على الدعاء مر وادعو يكوض حجي الحمد لله وانهى قال ربنا ولا تتغو فيه فيحل عليكم غضبي فيحل لماذا لأن الفاء وقعت في جوابي النهي ولا تتغو فيه فيحل عليكم غضبي وانهى وسل استفهام السؤال سل مثلا أتصلي للناس فأقيم ألا زورتنا لا ولكن هذا ما شئي استفهام أتزورنا فنكرمك فهل يقول ربنا حكيا عن عن أولئك فهل لنا من شفعاء فيشفعوا ولم يقل فيشفعونا لماذا منصوب الناصب له إما الفاء شئتم قول الفاء إن ارتقيتم قولوا أن مضمرا بعد الفاء في جواب آش الاستفهام ما كنت تشوفيها الاستفهام فهل لنا من شفعاء فيشفعو لنا مر وادعونا وسل وعرض العرض قال هيا هذه الآن ألا تزورنا فنكرمك هذه غريبة من عند كما تقوله لبعض يقولك ألا نزورك فتكرمنا يقول أحدهم يقول أحدهم يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي انك ما سمع وعرض لحض الحض التحضيد ما هي الحض الحض بالضار لا الض الحض التحضيد ما هو 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 العرض لكن بإغراء أكثر هو ارتقاء في العرض كما في يضربون لذلك مثلا قولا ربنا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي هذه مشيه هذه معتوفة فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجري قريب فأصدقاء لكن مشي ديلكم هذه انتم مزقيش تقرأ وانتم على من القراء عند الله فأصدقاء وأكون من الصالحين فأصدقاء لماذا 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 نصبت لماذا نصب الفعل لأن الفأة وقعت جوابا في جملة تحضير وعرض لحد تمنى تمنى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزنت عظيمة تمنى والترجي أتصلي للناس فأقيم نعم فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر وأنتم ترون أن بلالا رضي الله عنه استأذن أبا بكر في الصلاة لم يستأذنه في الأذان أذنه وأذنه لكن لما أراد أن يصل استأذن أبا بكر لماذا لأن الأذان لا لا اتصال له بالصلاة ليس من شرط الأذان أن يكون متصلا بالصلاة فإذلك لا 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 يتوقف على استئذن الإمام لكن بدخو متصلة بالله يقول البشار وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة متصل بالصلاة لا 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 أن يقيم ثم يجلس ينتظر لا ولذلك لما كان من شرطها الاتصال بالصلاة لما كان من شرط الإقامة الاتصال بالصلاة استأذن أبا بكر فيها ولما لم يكن من شرط الأذان الاتصال والصلاة لم يستأذن أبا بقيم أذان وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة